بداية ضدجة كبيرة سجلتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد تكرار ظهور صورة فتاة خلال الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية وفي نفس الوقت بموقعين لجامعة بالكياني الصهيونية تلفزيون النهار تحرى عن تفاصيل القصة نكتشفها مع أحمد بوتاف تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر صورا لدعاء ما دعائية للانتخابات التشريعية تظهر صورة فتاة تحمل بطاقة انتخاب إلا أن المتير للجدل هو ظهور نفس الفتاة على واجهة دعائية لجامعة بالكياني الصهيوني ولكن بلون حجاب مغاير ما خلف موجة من الاستياء من طرف المدونين وضعية دفعتنا إلى التحقيق في هذه الحادثة عن كيفية تكرار نفس الشخصية وفي دعامتين إشهاريتين مختلفتين وقد توصلنا إلى أنه قد تم اعتماد الصورتين من الموقع الأمريكي الشهير شوترستوك هو الذي يقوم ببيع الصور حسب الطلب للوكالات الإشهارية في العالم إلا أن المؤسفة في الأمر هو لماذا لم تقوم الوزارة الوصية اعتماد شابة تمثل المجتمع الجزائري وبالتالي تفادي كل هذه السيناريوهات التي تمس بسمعة مؤسسات الدولة